اوزيسا فيم في قلب الحدث العلم الي فيه النجمة تعبر على الاركين الاسلام الخمسة والهلال الي يرمز للوحدة العربية الاسلامية من محيط الخليج اللون الأحمر الي يرمز لدماج شهداء الي ضحات على البلاد بش نعيشو نحن اللون اللبيض الي عبر على ثقافة السلم الي تربينا عليها والتسامح الي نص عليه ديننا للأسف اليوم المشهد التونسي عنده كلام آخر اليوم الساحة كلها عنف كبير من اليمين لليسار بش نكونوا موضوعيين اليسار عجب على التونسيين وغريب على بلادنا الحالة اللي نعيشوا فيها تشبه الحارة الحرب في تونس رسالتي اليوم للتونس الكل من شامل الجنوب والشرق للغرب الوحدة تحت رأي تونس ونبعده على التجاذبات السياسية والمصلحة الفردية بيش ننهضوا بالفعل بتونس الغالية اللي معامره ما حاسب الوطنية وما عرفش يقيم تبلاده ولو في لحظة يسمعنا بقلبه ارفع راس كراك تونس في العروف نكتبات نموت نموت ويحجى الوطن لزنو السماوات يغير عنها لترهي السواعي تغير عنها إلى عز كون استلاما شها لجال البلاد وشفة لها فلا عاش في دورسان خانها ولا عاش من ليس من جنبها نموت ونحيا على عرمها حياة الكرام وموت العباد حماة الحمام يا حماة الحمام هلنو هلنو بمجز الزمن وقد صارحا في العروف بمجها نموت نموت ويحجى الوطن وإن السواعي دمينا نموت سكورا سكورا كهذا البنات سواعي البيان كهذا البنات نباهي بني ونباهي بنات وفيها كفال العنى والهباد وفيها ضمام بميل المنى وفيها لأعداء يوم استقر وفيها لمن سالمون السماء حماة الحمام يا حماة الحمام هلنو هلنو بمجز الزمن وقد صارحا في العروف بمجز الزمن نموت نموت ويحجى الوطن لها الشعب يوما أراد الحياة ولا هدى أن يسمى في مرحبا ولا هدى للأيدي أن ينجمي ولا هدى للقيد أن ينجمي أمات الحمام يا أمات الحمام هلنو هلنو مجز الزمن وقد صارحا في العروف بمجز نموت نموت ويحجى الوطن اليوم معي ضيفة أمل أعطية أمل اللي وقاع الأعطية عليها في منوبة من قبل السلافيين قبل ما نبدأ ونحكيه عن اللي صار في منوبة أمل نحبك تحكينا شوي على الأقل على شخص أمل أعطية للنس اللي ما تعرفكش خلي تاخو فكرة على الإنسانة هذي اللي في الحقيقة قامت بعمل مقاموش به الفراج اللي يتفرج مغسية ساعة المقدمة هذي الكل مجتبكيني في قدم روحي لاي أمل أعطية مناظلة نقابية معناها في اتحاد العام لطلبة تونس سياسيا معناها ناشطة في اتحاد شباب شوعة تونسي ما عنديش أكثر من هكيه نجل معنا نعرف بيه لعبيت محبش نحكي برشا طيب أمل خلينا نبدأ ومعاك وتحكينا عن اللي صار في كلية الأدب بمنوبة وحقيقة الاعتدال يوقع عليك البرح كان عنا نحنا يوم معناها بكنا بش نعمل وقفة احتجاجية قدام وزارة الداخلية وكان أبل معناها صار في اليوجات إنه معناها لجامعات الكل نخرجوا معناها من كلية منوبة كلية الأدب بمنوبة فنخرجوا مع غاديكا لوزارة التعليم العالي كتخلنا معناها الكلية لحقيقة تفاجأنا بالعدد منتاع السلافية اللي موجودة غاديكا اللي هي معناها داخيلة داخيلة على الكلية داخيلة أصلا هما مهم ما همش طلبة حتى معناها في الشكل ما همش طلبة معناها مناظر مخيفة بالحق بايهت خلنا عادي بدأوا من اللو اللي يستفزوا بعد صارت الحادثة متاع العالم اللي ناس을 كل شافتها معناها بعد فساعة هكيكة من دخولنا صارت الحادثة متاع العالم اطلع السيد معناها نحى العالم متاع بلادنا وحط العالم متاع اللي هو بما يسمى عالم الخلافة باية ايضا حط العالم صارت الحادثة اللي شافوها في الفيديو الناس كل الاعتداء هذيك اللي صار. هبطنا وفاية المنافشات هذيك رجعنا الناس كل الكلية هما اخذيهو معناها الركن متاحهم ونحنا معناها قعدنا على رواحنا. ثم صارت اجتماعات عامة. منهم هما منا نحنا معناها كل واحد على رواحه. اما ثم معناها دي بروفوكاسيون اللي هما يجيوك. يبدوا معناها يكفروا فيك. انت تتحكي على مطالب الاساسية معناها للطلبة. اه اللي هي معناها اساسا المنحة الجامعية. وتحسين الاكلة معناها في المطاعم. والمطالب يناعرفوها متاع. مطالب الاساسية اللي ندافو عليها في الاتحاد الطلبة. صحيح. المطالب الاساسية هذيك. مش مطالبنا معناها نحنا النقاب وهذاك الكل. مع كامل احتراماتي ونحنا سندنا معناها الاعتصام متاحهم راه. اه. نحنا بالرغم لهذي ما هيش مطالبنا وحاجة تناوية ودخيلة عالمعناها عالكليات. لكن نحنا معناها سندناهم. بش بسندناهم. اه هما اوكي نحنا نسندهم شوف معناها رد الفعل متاحهم هما كيفاش. سندنا المنقبات بالرغم لعنا معناها بين قوسين. اه معناها منقبات والقضية متاحهم معناها بين قوسين هذيك اه. صار اذيك قلنا نحنا بديهوما المناوشات هذيك صارت نحنا قلنا ازينا نخرج ونحنا معناها الهدف متاعنا ما هوش منقعد نواجهوا فاهم كما هما يحبوا استنزاف طاقات وكل شي ويبعدوا فينا على القضية متاعنا الاساسية. قلنا نحنا قلنا على نتوى بش نتوازجه الوزارة التعليم العالي. نحنا خارجين من الكلية اه جاي اه بديهو من معناها حاولوا يصدونا انها ما ندخلوش الكلية. فما عناصر معروفة انها تصدنا كما محمد بختي. اه. فامتلي هو اه معناها كان في الصف الامامي. وثما واحد اه معناها اه 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 امير في كلية منوبة هذيك. اه اذيك محمد بختي. اه. فما واحد اه يدعى ريكوبة. اه. معروف اللي صار معناها في الاحديث متاع اه الافريكا كنت تتفكروها. اللي اللي باللحية وقام هو اه اعطاه المودوردر انهم يكسروا الافريكا. اه. ولي عاملين الاعتصام توا انهم اطلقتهم. هم يبيدهم العناصر هذو ما هوما صحيت. هذو ما هوما العناصر. اه. نحنا ما مهتميناهم مش ما رجعناش الضرب لحقيقة. ولدنا عاملوا سنتور بش نحنا ما نتمسوش. وخليوهم معناها يدزوا. ونحنا ماشيين خارجين. طريقنا اننا خارجين معناها من الجامعة. متواجهين معناها للوزارة التعليم العالي. اه. خرجنا وصلنا قدام البيب بالضبط. دي هوما يضربوا معناها بساقين من تالي سلافية. ولاد وبنت يضربوا فينا على بعضه. اللي هوما معناها يقولوا دي ما نحنا النساء والكهول والاطفال. وامتا كما الرسول قال انهم ما يتمسوش. لكن هوما معناها عاملوا عكس اه. عكس هذا كل. بصلنا للبيب. خمسة استافت. معناها خمسة. اه. كنت توصل لباب كيمة قريشة كيا يخرجوا عليك. اه بس كاكنوا بالسيوفة وسكاكن. هدوما ملكلية ولا خارج الكلية? ها اه. مش ملكلية. مش ملكلية. مش ملكلية. معناها اه. طلبوا تعزيز هون. طلبوا تعزيز راه ونحنا كيخرجنا وصلنا ونحنا ما وصلنا. هما كانوا معناها يعطلوا فينا باش لطان انو يوصلوا فيهم معناها الناس هذوما اللي جاءوا بالكراهب وجاءوا في شكل تعزيز يعني. هاي هذوما هوم. هبطوا علينا قريب قرابة معناها ميتين واحد. نهالوا علينا بالضرب. من اللي هو لشدوا في الاولاد هما نهالوا عليهم بالضرب. ومعناها والكلمة اللي قاعدة تتردد انها متمسو حد كان الاتحاد معناها. متمسو حد كان نحنا مشينا متواجهين كنا معناها متواجهين هاربيين متواجهين لكلية اه الصحافة. على السيس هما كيبشوا يشوفونا معناها نجيريو زي ما عاد شي بنقاعات شاكهو. نحنا معناها خرجنا من باحث لكم خويفة ناس خويفة. ما نحبوش العنف. نحنا ماشيين. لي? خلطوا علينا. بديوا بالواحد بالواحد يجبدوا فيه. اه شدوا ساعة اه واحد اسمه اه نجيب اه نجيب حمودة. اه هم. وذي معناها ناشط اه في الاتحاد العامل طلبة تونس. قد ديمي معناها ضربوه. كلاوه بالضرب معناها ضربوه بالحق اه ضرب مبرح بالحق اه علخة. لين اه بالوقت سمحني معناها رجع الدم. باهي. اه بعد انا بالعيات اذي بالعيات ما عادش النجم معناها المنظر معناها موريب جدا. اه بالعيات تكر شاي. جي اه السيد اللي اه حط العالم. اللي بدل العالم من تاع بلادنا. اه جي توجه لي لينا. يشمر في ديه. اه يشمر في ديه. ويكبر. وطيحني في القاع. اه حصرني ما بين ثمه اه ثمه اه ثمه اه ثمه اه قدام الكلية. وفمه كالشبكة هكاية وين سكت المترو. حصرني ما بين الشبكة والقازن. طيحني في القاع. يضرب فيها معناها على معناها العضو التناسري. يضرب فيها غاديكة. وجاي واحد اخر معاه ويكبر. وبساقين يضرب. مضربني لحتى مكان اخر كان من مكان اذاك. ويكبر. وبعد جاي واحد اخر معاه ولا الاخر هو يكبر. ويتراتحوا عليها شكون معناها شكون يضرب اكثر. وبعد معناها من غير حشمة. الامن سمحني معناها مش نجيك خط الامن كان يتفرج. الامن كان معناها على بعض معناها حكاية ميتشين متر وحاجة هكاية يتفرج فينا. موقعش تدخل من الامن وفضل تدخل. قاعدين يتفرجوا فينا يشوفوا في السكاكم يشوفوا في الطلبة كيفاش ملوحة في القاع يشوفوا في الدم يشوفوا في اذاك الكل معناها. نتسائل حتى الوقت يش الصمت هذية معناها. حتى الوقت يش. شني لازم يسير اكثر من اللي صار. هما تعالتهم انه القانون جديد اكيد عندك عليه فكرة كونه التدخل ما يكون الا بتصريح من النيابة العمومية وكونه نيابة العمومية ما عطتش الاذن بالتدخل لفك الاشتباكات هذية. يمكن اكعليش الامن معناها اخذاء موقف الحياة. لكن في جميع حالات ميزموش ياخذ موقف وقدامهم هما العلم مخفين قدامهم هما فالكراها بقعدين معناها ويتفرجوا طيب بش نمشي معاك أمل المواقف اللي صارت ربما من هي ما هيش مواقف الحقيقة التومة فماش مواقف تصريحات اللي وقعت المجلس الوطني التأسيسي والرئاسة الحكومة والصمت للحكومة هذية على الموضوع هذي شنو ورايك بالاكتفاء بالتنديد أكا هو يبين له يشربوا ماء ما فهم حتى شيء آخر نحنا مانيش نطالبوا بالتنديد نطالبوا نحنا إنها السلطات بالحق معناها تخرج من الصمت هذية وتعتينا معناها خطاة فاعلة خطوات فاعلة معناها نتسائل أنا وقتاش بش تتكلم معناها السلطات بليه معناها تم الاعتداء على الأساد تم الاعتداء على الطلبة تم الاعتداء على العميد تم الاعتداء وتدنيس العلم معناها تم الاعتداءات هذية لكلها معناها وحب يحاولوها القضية السياسية سمحني راه قضية سياسية هي قضية سياسية قضية سياسية بالاعتداءات هذية كلها معناها سياسية نجمش تتحل حاجة اخرى كي يطلع معناها منصف بن سالم يقول قضية تمنوبة قضية سياسية بالاعتداءات هذية الكل وعلى الاسيدة وعلى العميد وعلى الطلبة وعلى الكلية وعلى قاعة الدروس هذية كلها معناها سياسية همه أملا انتي بش نعتبرك شاهد عيان الحقيقة وتفرجنا لكلنا في السيكونس اللي جاوا في الفيسبوك وفهمش كون قال الراية الوطنية نحوها لكن رفعهم بعد الرايات يزوزوا مع بعضهم صحيح الكلام هذية ولا ليه؟ هاي هاي راية تنحات بعد حطوا معناها صار لعبيت ثارت عليهم صار معناها الطلبة ثارت وكل شيء صار انه هما اختاروا قالوا نحنا لأ العلم اه اي بتعلت انه العلم تا تونس لقديمها ذاك ممصخ هكا قولونا معناها نحينيلكم على ممصخ وحتينيلكم عالم جديد ممصخ شمعنها شو يخزوا؟ ممصخ ممصخ اللي حبوا يوضحوه هما انه النهضة خارجة على حكاية هذي الكل كيفيش؟ انه معناها يقول لك هاوكا اللي طلع السلفية ضربت صحيح وغلطت بالعلم تاع الخلافة لكن هذيك الطالب هذيك النهضاوي هو اللي رجع معناها العلم تاع تونس وحت معناها علم الخلافة وتحته علم تونس معناها نره كيف 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 تنحي انت العلم وتحط العلم الخلافة كيما انت مبعد فعوض ما تنحي العلم تعمل هتا جيس بش تصلح ولا ترقع ولا حاجة انك تحط العلم تاع الخلافة وتحته علم بلادك أمل تو الحكاية الكل في منوبة سامحني تو طلب وطلبة عادة كي نقولوا الكليه بتحتوي على النخبة النخبة ماذا يعني معناه ناس مثقفة ناس تقرى ناس عندها ما يكفي من الثقافة ثقافة الحوار نحب نسألك ياخي الناس هذومة ما تخلتوشوا معاهم في فتح باب حوار على الأقل في تدعائهم في مكان عام في الكلية حتى في أنفية عندكم في الكلية بش تتحاولوا معاهم فعليا ما بش تفتحوا معاهم تبادروا انتوما كتلبة تبادروا بفتح الحوار فسط الكلية هذية تتواصلوشي ربما الحل معاهم صارتشي حكايات كما كاي فماش كون الدخل بينكم مش بينكم وبينهم يعني فماش كون الدخل بش يقنع الناس هذومة على الشي اللي قاعدين يعملوا فيه كونوراوشي هز الطلبة وهي هز الكلية للهاوية خامتك لحقيقة الطلبة البارح انت معناها أبار معناها لوجي تيو بما يسمى لوجي تيو معناها هما يعتبروها المنظمة تيهم هذيكم المثل الوحيد توسيلة فيه يعتبرو لوجي تيو منظمتهم اه نورمال مو يحكيو هكاي كل مرة شنيا يحكيو هما ما عندهمش عندهم ازدواجية الخطاب هما معروفين به المهم هما معناها يعتبرو اه معناها لوجي تيو كما قلت لك المنظمة متاح ثاني حاجة البرح الطلبة الكل خاطر اللي جاي يغفص مباعد في العبيد أبارا مو ما اسمعش المو دردر انو اللي عناها جمعة لوجي تكاهاو باركا يضربو خاطر هما زادة البرح ضربو طلبة معناها عاديين ما عندهم حتى انتماء معناها نقابي ما عندهم حتى انتماء نقابي وانتماء سياسي البرح الطلبة معناها ابنات اللي اللي ضربت البونية وتعايت في الشارع ما يشفه ما شيء تجري وكهو اللي اللي معناها ما تغرب سكينة في ساقه ويجري ما هو فهم حتى شيء والطلبة الحقيقة معناها جايوني حتى انا رفس بيتار بارح معناها من بعد ما صارت بعد ما جات الحمال معناها لف الليل ومن بعد رجعت اليوم والطلبة تجيني طلبة عادية معناها طلبة عادية تجيوا يجيوا معناها متعطفين معنا هما معناها والحقيقة معناها ما خدمتش لاحكاية هذي كل ما خدمتش للصالحهم بلي بايش كفروا بلي بايش يبعدونو عالقضايا متيعنا فهمتى من اجموش الحقيقة بالعكس خدمتلهم العكس انتطلبة كل تعاطفت معنا العامل كلي معنا فهمتى وكلش على عينيهم والناسES المعناها تعرف شكون معناها الصادق وشكون لي مهوش صادق وشكون الوطني واش كièrement وطني طيب أشبت أنت أمل على وزارة التعليم العالي وموقف سيد الوزير مصف بن سالم وزارة التعليم العالي في رأيك هي المسؤولة على ساير في كلية المنوبة لأنه فما حلول ربما كي تدخل فيها وزارة التعليم العالي كسلطة إشراف تنجم تلقى حلول وتنجم تكف النزيفة ذا اللي قاعد يصير في كلية المنوبة علاش في اعتقادك لوزارة الحد الآن ماخذتش موقف واضح والله هدا هو سؤال نحن نطرحوه معناها شنقشين شنقولك هل أنه النهضة تخدم في حزب الآن في تونس تخدم في حزبها ومش قاعدة تخدم في الدولة هذا اللي واضح في القدم العبيد هذا اللي واضح أنه الصراع هذية شكني عاملو كي منصف بن سالم يطلع يقول معناها نحن ما ندخلوش في منوبة وعليش منوبة بالذيت اللي قاعد يصير فيها هكيا نحن نتسألو وينك أنت يا منصف معناها بن سالم علاش ما وقفتش أنت النزيف هذية على أول مبدأ ونذكر معناها اللي ولد منصف بن سالم كان من أحدى المعتصمين راهو مع السلافية راه وما تمش التدخل نحن نتسألو معناها المنصف بن سالم أنه يخرج يقول معناها يندد ولا ما نعرشش نية قولولو هذيك بلو وشرب ماه معناها نحن ما حاشتنيش أنه يكون يندد ما حاشتنيش وقف النزيف نحن طلبة عنا مطالبنا معناها شرعية مطالبنا أساسية معناها هاي مطالبنا معناها المنحة الجامعية البورس سكن الجامعي سكن الجامعي معناها هذو هم هم مطالبنا معناش مطالب أخرى معناها زوز حاجات متنقذين عبيد تدفع معناها على الهوية والرسالة معناها والارتباطات والحكاية هذه الكل أمور حياتية أمور ضروريات لابد توفيرها للطال طيب علش المشاكل في اعتقادك صايرة كان في كلية الأداب بمنوبة علش الكلية هذه بالذات اللي صاير فيها المشاكل هذه علش مش في كلية أخرى تاريخيا نرجع معناها 8 مارس سمحني 1982 نفس الأحداث هذية صارت وكان من أبرز معناها كنت تمنى أن نكون معنا دجا من أبرز معناها الوجوه اللي ظهرت معناها عام 82 في الأحداث اللي صارت هذية انت عم النوبة عصام الشابي مومن بن عانس أسماء الحقيقة معناها تنجم كانت حياها وتكننها كانت الاحترام والتقدير معناها هي رمزية وتاريخية علش تيار السلفي ناجح كان في كلية الأدابة من نوبة أو في بعض المناطق اللي نتصور معناها عندوا فيها عندوا فيها مشجعين ليه وينتمولوا الحقيقة همش نقول لك حاجا اللي هما أبرامو عاملين تاكتيك معناها إنهم يدخلوا في الجامعة هذيك ويتغلغوا فيها في وسط الجامعة ويدخلوا في وسط الطلبة يضمن الكلية هذيك يتحول لك الكلية أخرى كما لتوا قاعدين معناها دة فلاش قاعدين يعملوا دة فلاش إنو توا معناها هو موجود في كلية مننوبة بالضبط في كلية مننوبة السلافية موجودة بالضبط الكوليت من النوبة لكن كدي تشوف في النهار تسمع في نففريل يمشي ويصليه السلافية عناصر خمسة ستة يمشي ويصليه يعنو شوية بل بلو يروحو في سفيق سكيف كيف معناها في معناها الكل في اللحظات اللي فاتت انت عجم علي فاتت في سيونس جريدي كنا سمعت بها كيف كيف زاد السلافية اللي ضربوا معناها الأولاد فهمت هما قاعدين يفركسوا قاعدين يفركسوا على معناها ميزان القوى متاحهم هما لقاوا قوى متاحهم معناها تسمح لهم انهم يكون توا موجودين في منوبة يتوجدوا في منوبة يكونوا معناها شنية يكونوا بعدي كتا يمشي ونتصور يمشي ومن فاكل فاكينا يدوروا فيها هكيك هذا كان السلطة معناها السلطات كان السلطات هذه ما زلت ريقدة لحقيقة في سوبات عميق فهمت وما زلت معناها صمت ذاك بش نمشي معاك الأمور أخرى ربما نزيدو نترقو في الحديث في حوارنا على صراعات سياسية في تونس وانا بش نعتبرك من النشطاء السياسيين في تونس لأنك نشط بالفعل في عهد بن علي وكانت عندك مضايقات وأصلا حتى نهار 14 جام في عندك موضوع تو نحكو فيه أنا بش نحييك في اليوم العالمي سعى للمرأة هاي شكرا اليوم في بارك تكونوا اليوم العالمي للمرأة هاي لي هي هداولنا السلفية ضعناها أحلى هدية هداولك السلفية أهدية حلوة برشا يعني شنو رايك في الصراعات سياسية والناس اللي تقول كونوا فهم صراعات في كلية منوبة لقاعدة معناها الأحزاب هي اللي تشعل في فتيل الصراع هذية ودورها كبير برشا تعليقك على الأراء هذية شنو تنجم تقول لنا أمل والله أي واحد معناها من حقه أن يكون معناها نشط نقابي في الاتحاد العام لطلبة تونس ويكون معناها عنده انتماء سياسي خارج الجامعة هم هم يحبوا هم يعرفوا العناصر اللي ناشطة سياسيا خارج الجامعة ويحبوا يحولوا معناها العناصر هذيك هذيك تنتمي الحزب الفلاني فهذاك هذيك معناها يبعث بالبلبلة في وسط الاتحاد فمنت في وسط الجامعة وهو ما يحبوا يحولوا لحقيقة صراع هذية ما بين أحزاب وما بين هذوم الكل معناها الجامعة توا ماشي في اتجاه تسييس بشترجع بنا للثمانينات وبشترجع بنا إلى حقبة عاشتها تونس قبل الصراع السياسي داخل المعاهد وداخل الجامعات بين جميع التيارات القومية والإسلامية واليسارية يعني كأنه التاريخ يعيد نفسه في اعتقادك نوعا ما نوعا ما أما الحقيقة معناها الاتحاد العام لطلبة تونس معناها منظمة متماسكة وهو الممثل الوحيد معناها للطلبة معناها الممثل الشرعي زادة للطلبة وما فيه مفميش صراعات من نوع هذي حتى كنت تسير صراعات راهي معناها صراعات تتحل في نهارتها مش كما وصراعات معناها فاختلاف وجهة النظر في المطالب هذيك مفميش صراعات معناها خطيرة ولا معناها بش تعكس المسار معناها الطلابي ولا هذي هأ فمت مفميش طيب شكون تصل بيك من الصلاة على الأقل بش يسمع منك اللي سار ولا بش ياخو ما وقفك على خاطر الاعتداء وقع عليك بصفة وحشية في الواقع ما تصلش بيك حد الحقيقة ليه ما تصلش والغريب معناها اني سمعت اليوم في الراديو وزير الداخلية قال انه كلمنا كلمنا اللي تم الاعتداء عليها فهمت وتعهدنا انه ناخذوا معناها نشدوا معناها لضربها و معناها جملة متاع وعود وفهمت اللي هو اصلا معناها رقمي ما تصلش بيه جملة وقال معناها بالذيت اللي تم نقلها للرابطة هذا ما فهميش ما صارش ما تصلش بحذيه هاني بحذيكم عامل الفاص ملبس عليها ما فهم حد شيء في الواقع كبال كل شيء الحمد الله على اسلام ما عايشك ما عايشك وانكم لانه بصراحة انا شخصيا كتفرجت في الموقف استغربت عليش من دون النص كلها معناها يصير الاعتداء عليك بالطريقة هذيك وعليش ماتحركتش فما عبد فهميك علش ماتحركتش يرجال معناها ما بين قرصيين والله رجال نشوف فيهم انو دجا كنت ضربنا نشوف معناها نشوف رجال كل واحد شدين وخمسة ستة معناها هما جاءوا بعدد اكثر منكم انتوما اكثر قتلك معناها للبرة بركة ميتين ابر للداخل هما اللي بعثوا معناها الروفور ميتين والداخل معناها يشوف قديش الداخل معناها كدي جي تشوفهم كلهم في 300 بديتش تقوم باجراءات القضية في الحق الشخصي متاعك وزمليك اللي تعرضوا بالضرب زي اليوم معناها خرجتنا من القصاب غدوة باش ناخذوا الدوسيه بش يعطيونا معناها شهده طبية جماعية بش نقدموا قضية الناس اللي اتدرتوا بش نقدموا قضية بش نقدموا قضية بمعناها وزير الامن وبش نقدموا قضية معناها وزير التعليم العالي طيب امل الحقيقة بش ما نكونوش كما يقولوا علينا الاعلام الفاسد دي ما يغطيشتر الحقيقة مش عارف شنوه برشا حاجات يعني بصراحة فماش بينك وبين التيار السلافي عداء قديم ومشاكل خلات وقت ليصار المشكلة بدي الفرصة متاحة بش يفديوا ثار بينك وبينهم او باش يتربسوا بيك الحقيقة والله اللي شوفتم البرح العناصر اللي برزة البرح من السلافية وليتحرذ وما بيدهم يشاركوا معنا معناها في الاعتصامات وما بيدكم شاركوا معنا في الاعتصامات سير القصبة شاركوا معنا في الاعتصامات فهمتوا وكانت سما علاقة معناها نقعدوا في نقاشات راو في الليل ونتقابلوا معناها مبعضنا ونحكي وثمان نقاشات خوذوهات معناها ما يعرفوني فهمت اما كعيداء عيداء لا ما فهميش ما صارش حات شي اخر نعرف بعضنا وكهوم امل بش نختم معاك بسؤال اخير ربما مو هو السؤال هو بش نترك لك المجال في تقييمك المستقبل كليت منوبة ومستقبل الكليات في تونسكا كل انت واصلت مثل هذي السراعات وتأثيرها على سير الدروس وتأثيرها على الطلبة ربما لما ينتموش لحتى التيار سياسي وما ينتموش لا فكريا ولا سياسيا نحن ذاك دورنا معناها ان نحن معناها في الاتحاد العام طلبة تونس اننا نوعيه معناها الطلبة ونتصورين طلبة فاقة سيئة معناها بعض اللي صار ذيل كل الفيديوات حتى اللي مش مصدق معناها ينجم يصدق فانتم يعرفش كون الكاذب مش كون الصادق ثاني حاجة والله هي معناها ثم طلبة ومناظلين ثم ناس معناها شرفاء بالحق ثم عنا عنا تونس معبية معناها بالنسة ذوكم انا نسمي الأقلية هما السلافية الحقيقة ثم على فكرة عددهم ثلاثة الاف واحد في تونس معناها وهذه احصائية حتى وان زادوا بعد فورة مش يوصل لعدد الى ستة الاف يعني نحن في الواقع عمل بش نكونوا واضحين ما نجدد حتى فكر ما نجدد حتى تيار نقفوا على خطة الحياة بين كل الطيارات لكن الاحترام لابد ان يكون متواجد بين جميع الاطياف السياسية وبين التيارات الفكرية الكل في تونس والاحترام ما نمشوش في ترسيخ عقلية التطرف الديني أو عقلية انه يجي معايا ينكفرك يعني هما الحقيقة معناها خرجوا من الجامعة يعتبروها جامعة مؤنثة الجامعة فهمت ذك عليش هما بالحق يمارسوا فيها كل شيء معناها ويحلوا في كل شيء في الجامعة يعتبروها معناها جامعة هي مؤنثة الجامعة طيب برسالتك الى الحكومة التونسية ما هي المخذية حتى موقف لحد اللحظة هذه اخرجوا من الصمت هذية وريونا حاجات فعلية رانا رانا مانش بش نسكتو راه اليوم معناها الف وخمسمية في وزارة التعليم العالي باهي الف وخمسمية معناها معتصمين تمش كون داخل في اضراب جوع راهي الطلبة بش تثور عليكم معناها اخرجوا من الصمت هذية وقفوها النزيف هذية راهو معناها بالحق والحق راهو بش تحولوها معناها مجرة مجرة متاع طلبة مجرة طيب مستمعين الكرام على امواج 94 على امواج ذاعة اوازيسة فام 94-4-96-5 كانت معنا طالب امال الاعتداء اللي تم الاعتداء عليها في حديثة منوبة نتمنى وقد وضحنا الصورة نتمنى وقد كنا في قلب الحدث وعطينا فكرة المستمعين الكرام كان معكم باسام بن خليفة من وراء المصدح ومحمد العربي في الاخراج دمتم على محبة في امان الله اوازيسة فام في قلب الحدث اشتركوا في القناة